على أنغام الموسيقى تستعرض الصفا كأول فرس يتم إنتاجها بالتلقيح الاصطناعي بأجهزة حديثة في السعودية من أب يعيش في بريطانيا فيما أختها غير الشقيقة المروى التي أنجبت من أب يعيش في أمريكا تقاسمها السعادة هنا ضمن خطط مستشفى مربط أبناء المعود المستشفى الفريد في المنطقة لجمع لقاح الخيل العربية الأصيلة تقنية معالجة نطف الخيل وتخزينها تتمتع بمعايير دولية في الغرفة المجاورة نجمع الخلايا الذكورية من الفحول ونجلبها إلى المختبر ونعدها للتجميد لدينا كل ما نحتاجه للقيام بهذه العملية على أفضل وجه إنه أشبه ببنك لاستيراد وتصدير لقاح الخيل العربية الأصيلة فهذا المستشفى يعمل في منطقة العيينة شمال الرياض بإدارة خبراء أجانب للحفاظ على أندر أنواع الخيل سننا الحمد لله نستقدم السيمين اللقاح على خيل العالمي ونقوم بتلقيه بأنفسنا في بلدنا نلقح الأفراس وصار عندنا دفعة أولى من الانتاج وتكون منافسة بإذن الله وتشاهدونها في المسابقات العالمية بإذن الله بقي النشير إلى أن السعودية تعد أكبر حاضن للخيول العربية الأصيلة وتعمل منذ سنوات لدعم الهجرة العكسية للخيول العربية الأصيلة إلى مربطها الأصلي في شبه الجزيرة العربية من العيينة فهد بن جلاد MBC